اكد سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدأ للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز على مواصلة الجهود لتطوير قطاع الطاقة وجعل الشركات الوطنية في مصاف الشركات العالمية في هذا المجال وأشار سموه إلى أن قطاع الطاقة في مملكة البحرين يحظى بكل الدعم والمساندة من لدن جلالة الملك المفدأ حفظه الله ورعاه والحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك خلال تفضل سموه بزيارة شركة غاز البحرين الوطنية بنغاز حيث كان في استقبال سموه الدكتور الشيخ محمد بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة القائم بأعمال العضو المنتدب في الشركة القابضة للنفط والغاز وسعادة السيد عبدالله بن جهاد الزين رئيس مجلس إدارة شركة نفط البحرين بابكو وسيد مارك تومس الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز والمهندس خالد أحمد عبد الكريم المدير العام للإنتاج والدكتور أحمد علي الكعبي المدير العام للشؤون الإدارية وخلال الزيارة قام سموه بجولة تفقدية لمشروع مصنع الغاز الثالث في حقل البحرين الذي تفضل بافتتاحه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في عام 2019 والذي تبلغ سعته الإنتاجية 350 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب في اليوم لاستخلاص 374 ألف طن متري سنويا من سوائل غاز البترول المسال حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 645 مليون دولار أمريكي والذي يأتي ضمن الخطط التوسيعية والتحديثية في قطاع النفط والغاز وذلك ضمن المشاريع الاستراتيجية للشركة القابضة للنفط والغاز حيث يعد مشروع مصنع الغاز الثالث من أكبر المشاريع الصناعية في تاريخ بنغاز مطحا سموه أن هذا القطاع الحيوي يشهد تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية الطموحة التي تدعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتسهم في مؤزرة جهود التنمية المستدامة في مملكة البحرين ويأتي ضمن توجهات القيادة الرشيدة تماشيا مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 بهدف الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة وذلك لضمان استمرار النمو الاقتصادي وأوضح سموه أن قطاع الطاقة حريص على مواكبة أحدث المستجدات التقنية بما يضمن دعم مسيرة التطوير من أجل تحقيق أفضل النتائج لافتان إلى أن مشروع مصنع الغاز الثالث يدعم التوجهات والرؤية الملكية تجاه هذا القطع وأضاف سموه أن مشروع مصنع الغاز الثالث يمثل ركنا أساسيا في إطار رؤية المستقبلية الطموحة لتطوير قطاع الطاقة المستدامة وتحقيق الانتقال المنشود لمرحلة جديدة من التفاؤل المشرق وذلك من خلال الاستعانة بتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي واستخدامات الثورة الصناعية الرابعة والحلول الذكية إلى جانب إرساء استراتيجية وعية لتفعيل نظام ديناميكي لإدارة الأداء بما يضمن تعزيز قدرات هذا المشروع وتطوير إمكانياته وموارده في مواجهة تحديات المستقبل انسجاما مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناع والتكنولوجيا المتقدمة مع تعزيز جهود الابتكار وتبني التقنيات المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية بعد ذلك قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بزيارة إلى غرفة التحكم بالمصنع الرئيسي حيث تم إطلع سموها على أحدث التقنيات المستخدمة في غرفة التحكم المركزية التي تواكب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال معالجة النفط والغاز كما اطلع سموه خلال الزيارة على إنجازات الشركة والشهادات التي حصلت عليها في مجالات السلامة والصحة المهنية والبيئة والجودة والإنتاج والمسؤولية الاجتماعية وحصولها على عدة جوائز من منظمات عالمية مرموقة وكان آخرها الفوز بجائزة السلامة الدولية عن مملكة البحرين لعام 2021 من مجلس السلامة البريطاني بالمملكة المتحدة ضمن 32 شركة فائزة ومتفوقة على 391 شركة من كبريات الشركات العالمية المشاركة وذلك تقديرا واعترافا بأدائها الباهر وسجلها المتميز في مجال الصحة والسلامة والبيئة على مدى أكثر من أربع عقود من التشغيل وفي ختام الزيارة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن تقديره للشركة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة معربا سموه عن اعتزازه بما اطلع عليه من مستوى رفيع على صعيد إنجازات الشركة والجوائز العديدة التي أحرزتها على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي الأمر الذي يعكس المستوى الرفيع لشركات قطاع النفط والغاز بمملكة البحرين مشيدا سموه بالأيد العاملة البحرينية وخبراتها الرفيعة في مجال تشغيل مشاريع الصناعية الكبيرة منوها سموه في الوقت ذاته بالدور المميز الذي تتبناه الشركة في المساهمة بدفع عجلة التنمية والاقتصاد في مملكة البحرين متمنيا للشركة وللعاملين فيها مزيدا من التطور والازدهار ترجمة نانسي قنقر